السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فن وحس ومعاكم اه صبري والنهاردة بناء انا على طلبكو هنعمل غرزة سري دي دي عملنا قبل كده الفيديو قبل كده الغرزة المسلسة الشال المسلس بتاعها اهي بص فراغة وجميلة ازاي اه شكلة حلو قوي وسهلة مفيش اسهل من كده وسريعة وعملنا برضو بتاعها تقدر تعملي منها اه ايس كاب او تعملي اه اه شال او كفية او اه اه كده اه او جاكت الجميل اللي طلبت مني طلبت اه ان هي عاستعملها جاكت وانا قلت لها ان عايزة مقاس بقى اكس بكتير او طبعا مقاس اطفال علشان ما يتخنش اه الغرزة اه كده بص تتديكي ملمومة اه وكده تتديكي مفتوحة كده يارب بكون زهر عليكم يارب بتكون واضحة يمشو ضحة خارج على فكرة في التصوير مش عارفة اوضحها لكم ازاي اهي باينة باينة الغرزة اه شكلة ده اكون سهلة عليكم مبتدي بسم الله بسم الله هشتغل بخيط اه اس جي اللي هو الرفاية تمام وابرة رقم تلاتة مليميتر هنشتغل مضعفات الرقم تلاتة يعني تلاتة زائل تلاتة زائل تلاتة تمام هنعمل عقدة بباية هتعملي كده كده وتسحبي حلقة كده لو انت بتعرفيش اعملي الدايرة لو انت بتعرف تعمل الدايرة تمام خلاص هنعمل واحد اتنين تلاتة نرجع واحد اتنين تلاتة تاني واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة لغاية ما تصل للرقم اللي انت عايزين لو انت عايز تعملي اه كفية عريضة هتعملي حوالي اتنين واربعين اه سلسلة وده برضو يرجع لك حسب انت كل شغل بنعمله بنقول ده سمتعملي عينة علشان تعرفي انت شغلك هي اه ايدك وابريتك وخيتك هيعملوا كم سنتي بعد ما بنعمل الغرزة اي غرزة بنعملها بعد ما بنعملها بنقصها بالمزورة وباقل لكم هتعملوا كام سلسلة اه للشال او كام سلسلة كفية او لو هتعملي اه جاكت تمام هنعمل انزود بقى تلاتة سلسلة علشان بدل اول عمود هاخد لفة وفي رقم اربعة كده اه ها هعد من بعد الابرة واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هدخل واهم الغرزة باف هاسحب لفة واسحبها كده دي واحد صباعي ده ماسك الخيط فكل مرة باخد لفة هو بيمسكه ادي تاني لفة ادي تالت لفة وهاسحب كلهم كده على الابرة واعمل واحد اتنين سلسلة وااخد لفة وفي نفس السلسلة هعمل كمان واحد اتباف ادي لفة التانية التالتة واقفل كله كده واقفل عليهم بسلسلة تمام لغاية اخر اه الشغل هيفضل اه دي معي دي لو انتش عايز تعمليها متعمليهاش تمام هاخد لفة وهفوت سلسلة واحدة وفي السلسلة اللي بعديها هعمل عمود هاخد لفة وفي السلسلة اللي بعديها هعمل عمود وهكذا لغاية موصل لغاية اخر السطر في اخر السطر هعمل آآ نفس ورزة البف اللي انا عاملها في اول آآ السطر هنا في كل سلسلة هدخل وعمل عمود لو انت لست جديدة معايدة آآ اعمل قوائم آآ في قوائم في سندوق الوسط صحت الفيديو فيه مسلس هتلاقيه تحت هنا هتدوسي عليه هتلاقي فيه تعليم التيريكو تعليمي الكروشي تعليم الخرز من البداية خالص وطبعا هتلاقي الملابس والكوفيات والايسكاب والشلات وكل حاجة ان شاء الله في سندوق الوصف تحت الفيديو لو انت عايزة اي حاجة ابعتيني وان شاء الله آآ ابعتها لك هعمل في كل سلسلة عمود لغاية اخر السطر سلت الاخر السطر هعمل سلسلة اسيب السلسلة اللي تحت وفي اخر سلسلة في السطر هعمل بغرزة بف زيه اللي في اول آآ السطر هاخد لفة واسحب هاخد لفة واصحب هاخد لفة وادخل في السلسلة واصحب هاخد لفة وادخل في السلسلة واصحب واقفلهم كلهم سوى كده هعمل واحد اتنين سلسلة وهاخد لفة وفي نفس السلسلة هسحب واحد اتنين تلاتة الغرزة او السلسلة ديقة تلاتة كده هو وكده خلصنا اول سطر تمام هعمل واحد اتنين سلسلة وهلف الشغل هاخد لفة وجوه الفراغ ده هعمل غرزة بف زي اللي تحت ادي واحد اتنين تلاتة واسحبهم كلهم وقفلهم سوا واعمل واحد اتنين سلسلة وهاخد لفة وفي نفس المكان هاسحب بف كده هو اتنين تلاتة واسحب كده عايز اكبر البفة عن كده تمام ممكن تكبريه عن كده هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهاخد لفة واعد بين تحت واحد اتنين تلاتة في تالت سلسلة هادخل واعمل تلات مع بعضيهم في نفس المكان ادي 1 2 3 هعمل 1 2 3 سلسلة واعد من تحت 1 2 وفي رقم 3 هدخل واعمل 3 اعمدة ادي 1 2 3 هاخد لفة 2 سلسلة 2 3 واعد من تحت واحد اتنين وفي رقم تلاتة هدخل واعمل تلات اعمدة سلك الخيط ده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة واعد من تحت واحد اتنين تلاتة واعمل تلاتة اعمدة تمام وهفضل كده لغاية ما خلص السطر الآخر السطر وهنا عندي واحد اتنين تلاتة سلسلة انا هتجهلهم واخش جوه هنا على طول انا عملت تلاتة سلسلة فوق طبعا وهعمل هنا غرزة البف ادي لفة اتنين تلاتة هاخد لفة واطلع من الكل واقفل واعمل اتنين سلسلة هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ وهاخد لفة اتنين تلاتة واقفلهم كده تمام كده اول سطر خلص لا مش تاني سطر تاني سطر نطلع للدور التالت هاخد لفة وهعمل هنا هون في عندي اتنين سلسلة هنا هون هدخل فيهم وهعمل عمود هعمل اتنين سلسلة وهلف الشغل السطر التالت واللي هو هيكرر بعد كده هاخد لفة وادخل جوه الفراغ ده هاخد لفة اتنين تلاتة هعمل غرزة بف اخدكم كلهم سوا هعمل واحد اتنين سلسلة وهاخد لفة وفي نفس المكان هعمل لفة اتنين تلاتة سلسلة اه تلاتة لفة سوري وقفلهم كلهم سوا هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هاخد لفة وهنبدأ بقى هنا عندي تلات اعمدة تمام هدخل كده هو من وره بسي اهي الابرة هي دخلت من وره كده هسحب العمود الاولاني الوره اهو انا بغير اعمل لك الابرة والخيط مختلفين عشان يبين كده من وره تمام تاني ادخل الابرة من هنا كده هدخلها في العمود هرجعه الوره اهي واسحبه الوره كده شايفة هاخد لفة وطلاحة واعمل تلات اعمدة في المكان ده ايدي عمود وادخل وطاني اعمل عمود وادي تالت عمود هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هاخد لفة بقى الامدة اللي هنا مش هشتغل فيها هخش على الجروب اللي بعديه من هما تلات اعمدة هدخل الابرة من وره كده هرجع العمود ده لوره كده تاني هدخل الابرة من هنا هرجع العمود لوره كده هاخدش لفة وهعمل تلات اعمدة في العمود اللي انا رجعته الوره ده ادي واحد اتنين تلاتة هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هاخد لفة عندي تلات اعمدة هم اللي الجروب البعديهم هتخل الابرة من وره كده وهرجع العمود الاولاني الوره كده واشتغل فيه تلات اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهاخد لفة الجروب اللي بعده هدخل الابرة الوره اللي قدام كده وهرجع العمود ده الوره اهو واعمل فيه تلات اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة ولا اسهل من كده تمام واجهع اكمل اخر السطر بالطريقة دي اخر السطر عملت تلاتة سلسلة وعملت في اخر تلات اعمدة التلات اعمدة لفوق كده وهاخد لفة وجوه الفراغ ده هعمل غرز البف ادي واحد اتنين تلاتة واقفل عليهم كده وهو واعمل سلسلة اتنين وهاخد لفة وفي نفس الفراغ هعمل واحد اتنين تلاتة غرزة بف طبعا هنعمل البف كتير كتير في غرز قبل كده هنقفل كده عليهم هاخد لفة وفوق العمود اللي هو الاولاني ده هدخل واعمل عمود هعمل واحد اتنين سلسلة وهلف الشغل هاخد لفة وجوه الفراغ ده هعمل غرزة البف برضو دي هتفضل معانا طول الشغل وهعمل اتنين سلسلة وهاخد لفة وجوه غرزة البف ادي واحد اتنين تلاتة واقفل كده تمام هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هاخد لفة هنشغل بقى في الدور اللي هو الاخير اللي عملنا بلنجعه بالدور الاولاني هاخد لفة وعندي تلات اعمدة هاخد اول عمود الابرة من وراء كده واول عمود هسحابه الوراء كده هعمل فيها تلات اعمدة ادي واحد هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ اتنين هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ تلاتة اي هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة طبعا هيبان بعد كزا آآ دور التأثير بتاعها زي ما احنا عاملين هنا هو كده يعني دي ما كانتش باين خارس في الاول بعد ما عملنا كزا دور بقى بانت آآ جمالها وشكلها آآ بعمل ازاي هاخد لفة عندي تلات اعمدة هدخل من الابرة من وراء كده واسحب اول عمود الوراء وهعمل في تلات اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هاخد لفة وعندي التلات اعمدة هما دول هدخل الابرة من وراء كده هاسحب العمود الاولاني الوراء كده وهعمل عمود اتنين تلاتة تلاتة هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هاخد لفة وادخل من وراء كده واسحب اول عمود واعمل تلات اعمدة وغاية اخر السطر ادي واحد اتنين تلاتة اخر السطر هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهاخد لفة وادخل جوه الفراغ ده هعمل واحد بف ادي واحد اتنين تلاتة لفة واقفل واعمل واحد اتنين سلسلة وهدخل في نفس المكان وهعمل البف دي معنا الاخر الكفية اخد لفة واقفل كده هاخد لفة واعمل فوق العمود الاولاني ده الاخير هعمل عمود هعمل واحد اتنين سلسلة وهلف الشغل وهكذا لغاية ما وصل لطول كفية لأنا عايزاها بنفس الطريقة لو انت هتعمل كفية تاخد حوالي لو انت خط رفية كده بالعرض ده هقولك بعد ما مششغل شوية عشان مقايز يزبط معانا هقولك يا كم سنتي هتحتاجي حوالي يشالله ونص بالعرض ده من الخطة تمام السري طبعا دي بتعرفوا بتسحب خط شوية بس عشان خط رفية فهيتسحب حوالي يشالله ونص العرض بقى هقولك الشال بعد ما نشتغل شوية هيسارك بالمزورة واقولك دي عرضها قد ايه وبدأنا بكام سلسلة والشال كذلك هتبدأ بكام سلسلة هنعمل واحد اتنين ثلاثة سلسلة وهاخد لفة وعندي الجلوب اللي فوق ده هدخل برضو من وراه هي هي نفس التقرار بس انت بتلف الشغل فهو بيبدأ تلف معاك هنعمل عمود اتنين تلاتة هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة واخد لفة وهو الجلوب القدامي ده هدخل الابرة من وراه وارجع العمود الاولاني بس واعمل فيه تلات اعمدة هدي واحد اتنين تلاتة هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهياخد لفة الجلوب اللي بعده هدخل الابرة من وراه وارجع العمود الورا كده وهكذا لغاية موصل للطول اللي انا عايزة مش هقدر ان انا اتنين تلاتة سلسلة اه وده تلاتة اعمدة وهدخل الابرة من وراه وارجع العمود ده لو قصد الوقتي المعايز مش هيبقى واضح كفاية بالنسبالي لان زي ما قلتلك ان الغرزة بتلم بعد كده كل اللي انت هتعمليه سطور اللي جاية ان انت هتفضلي شغالة بالطريقة دي اه هتفضلي شغالة اه رايح جاي رايح جاي بنفس الطريقة دي بص بقى هيبصت حسنية واسعة كده لما بتشغل شوية بتبدأ تلم بصي على بعضيها زي ما كنا عاملين الغرزة دي زي ما عاملين برضو الطاقية بص الطاقية اهي مش باينة قوي عشان الخيط فاتح تمام فاكمل آآ شوية وبعد ما هكمل شوية هنبدأ نقس احنا ممكن اشتغل شوية وبعدين ارجع آآ اسهلكم هي عامة كده حوالي سبعتاشر سنتي اعتقد كده كفاية قوي على عرض آآ الكفية سبعتاشر سنتي هكتب لكو بقى في الورقة زي ما بنكتب آآ كل مرة اهو يبقى هنكتب آآ كفية سري دي تمام؟ بينا ولا ولا صح اهي تمام كده كفية سري دي احنا عملنا آآ تلاتين سلسلة بتساوي قلنا كين سنتي ستاشر سبعتاشر سنتي عملت سبعتاشر سنتي تلاتين سلسلة اهي تلاتين زائد تلاتة سلسلة ارتفاع اللي هم بتوع اول عمود تمام؟ آآ ده خيط اس جي وابرة رقم تلاتة تمام؟ حد هنا عايزة تعملي آآ دي كده كفية آآ هتاخد تاخد واحد ونص شلة تقريبا تمام؟ آآ آآ طبعا ده رفاية مش تخين آآ لو هتعملي الشال احنا قلنا تلاتين سلسلة بيساوي سبعتاشر سنتي لو احنا عايزين شال يبقى هنعمل هنضرب الرقم ده في حوالي آآ اتنين ونص لو ضربنا السبعتاشر في اتنين ونص يبقى هتساوي حوالي اتنين واربعين ونص سنتي متر تمام؟ لو انت عايزة الشال اعرض من كده يعني زي ما سنال خمسين هتزودي كمان آآ حبة خلاص يعني ممكن نعمل آآ آآ هقولك دي دي كم سلسلة الاول دي يعني هنضرب تلاتين سلسلة في اتنين ونص عشان نعرف هنعمل كام سلسلة حوالي خمسة وسبعين سلسلة يبقى احنا لو عايزين نعمل شال آآ مقاسه اتنين واربعين سنتي العرض بتاعه هيبقى حوالي خمسة وسبعين سلسلة تمام؟ طيب احنا لو عايزين شال اعرض من كده مسلا هندرب السبعتاشر في تلاتة بتساوي هتساوي واحد وخمسين سنتي لو انت عايزة عرضه شاله واحد وخمسين سنتي يبقى هتعملي تلاتين في تلاتة بتسعين سلسلة تمام؟ كده تمام موضح؟ لو انت هتعملي جاكت بقى هتعملي بنفس طريقة الجاكت الاصفر هي دي اسهل طريقة للناس المبتدأ اللي مش بتعرف تغير في الاشكال اللي بتعرف تغير اكيد هتعرف الصرف يعني هتعملي بنفس طريقة هتفضي مشي تأخذي محيط الطول ده اللي هو محيط الوسط ولنفرد في مقاس لارج محيط الوسط هيبقى تمانين سنتي احنا قولنا هنا الشال لو عرضه واحد وخمسين سنتي هيبقى سعين سلسلة احنا الوقت عايزينه تمانين سنتي هنعمل ايه؟ لو هو جاكت. مسلا يعني. انت الوقت عندك التلاتين سلسلة بيعملولك سبعتاشر سنسلي. احنا هنقسم دي ساي اه نقسم الثمانين. على السبعتاشر يطلع لنا هنكررها كم مرة. هنقسم ثمانين على السبعتاشر عشان نعرف اه احنا عايزين نكررها كم مرة. هتبقى حوالي اربع مرات وسبعة من عشرة. فاحنا تجاوزا هنكررها ايه هنعمل باينة كده. تجاوزا هنضربها خمس اه مرات. خلاص. يبقى هنضرب التلاتين دي في الخمسة. عشان نطلع مقاس ايه اكس لارج او ايه مقاس ايه لارج. فاهم عشان نعمل العرض ده. طبعا الجاكت الاصفره نحطولك في صندوق الوصف تحت الفيديو. انت تمشي على نفس الخطوات بتاعته بس هتغيري الغرزة. تمام? تلاتين في خمسة بمية وخمسين سلسلة بنفس الخيط وانت هستخدمي خيط اكبر طبعا هتعملي عينة لنفسك. يعني انت هتعملي جاكت اهو مقاس اه من لارج او اكس لارج اهو. هتعمل مية وخمسين سلسلة طبعا بنفس الابرة بنفس اه الخيط. هتخليكي معايا عشان اواريكي ازاي هتختميها اكيد مش هتسبيه الكوفية او الجاكت او اي شغل بالمنظر ده. فانا هشتغل الكوفية وبعد ما خلصها هوريكي ازاي اه تقفليها من فوق. ولو انش عايز تعمليها شرشيب هتعمليها ازاي. خليكم معايا. ما بتوصلي للطول اللي عايزها بصي بقى سه قبل ما اكمل عايزها ااوريكي حاجة. الفكرة هي لونة حلو واو في الحقيقة انا مش عارفة في التصوير شكلها مش مش مدي يعني ده هي لونها ام ام لا لونة حلو واو في التصوير مع عانينا. في الحقيقة. اي 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 بصي اي اي هنا هنا بصي تحت لامد. بعد ما اشتغلنا شوية لامد. بصي بقى فوق الجزئين اللي انت بتشغلها فيها بتبقى مفروضة. ما تقلقيش انت بعد ما تخلصي بتشنطي كده بتاعه? هتلمي كلها مستوى اه واحد. المهم ما علينا. اه بعد ما بتخلصي اه الشغل عايزة بقى تقفلي. هتقفلي ازاي? عشان الناس كتيب يسألني السؤال ده. هنعمل اتنين سلسلة وهنلف الشغل. هنلف وهنعمل هنا البف عادي. زي بقيت الرضوع. ونعمل اتنين سلسلة وبعد نعمل البف التانية في نفس المكان. تمام? المفروض ان انا بعمل تلاتة سلسلة وبعدين اشبك هنا هون. لا انا مش هعمل تلاتة سلسلة دول. انا هشبك على طول هنا عندي تلاتة سلسلة. هعمل فوق كل سلسلة عمود. ادي عمود. والسلسلة اللي بعدها عمود. وبعد كده هقف. هتجاهل دي وهاجي اخد لفة وهعمل في السلسلة. يعني هتجاهل التلات عمود دول. هدخل في السلسلة اللي هما تلاتة سلاسلة اللي في النص. واروح عاملة عمود. وادخل واعمل عمود في اللي بعدها. في السلسلة بعدها. وعمود في السلسلة اللي بعدها. كده انا عملت تلات اعمدة في التلات سلاسل. هتجاهل التلات اعمدة دول. وهعمل في التلات سلاسل تلات اعمدة كده هون. بحيث ان انا المها زي ما كانت في اول آآ الشغل خالص. مش احنا قلن كله عواميد. هيبقى كله اهي عواميد كده هون. هتجاهل التلات اعمدة دول. وفوق التلات سلاسل هعمل فوق كل سلسلة عمود لغاية ما كمل آخر السطر كمل لغاية آخر السطر بنفس الطريقة وبعدين هوريكو الشراشيب في آخر السطر بروسي بقى هتلمي ازاي معاكي فآخر السطر هتعملي هنا البف عادي خالص تمام عشان في بنات كتير تشتغل وهو تيجي في الآخر توليك هقفل ازاي فآدي القفلة اهي خلاص اهي انا مش اقتحها دلوقتي اني انا بقى سوريكي تيك النهاية لاني انا لسه الكفية عندي دي طولة حوالي متر فأنا لسه عايز اطولها شوية كمية خلاص احلى حاجة في الغرزة دي نهي بصو عرض وعدين تدي طول معاكي البنات اللي عايز تعمل الجاكت في بانوتة جميلة كتا عايز تعملها الجاكت ولا تنفع لمقاسات اكس لارج اخيرها لكن مقاسات الكبيرة قوي او اطفال طبعا ما تنفعش الغرزة علشان هي 3D فممكن تديها سماكة في الجسم تمام هتمشي بالنظام اللي انا قلته هتعملي محيط الويست وهتقيسي وهتعملي الجاكت اهل حاجة بانتش لو ضيق شوية فهيتمطش كده هيجي على مقاسك عادي يعني هنعمل بقى الشرشيب علشان نبقى خلصناها كاملة مكملة نجيب اي كتاب ولا اي حاجة واعمل ايه امسك الخيط كده هو تمام وافضل الاف علي مميم بعد ما الاف واقص هنا هو هجيب واقص عشان دي طويلة فهواقص من نحية دي ومن نحية دي هجيب هجيب فتلتين او فتلة زي ما انت حبة فتلتين كده هو واتنيهم نصين وهيجيب وهيجيب اي كل سلسلة هدخل فيها فتلتين هدخل في اول سلسلة كده بالابرة واسحب دي كده وبعدين اروح واخد الخيط ده كله وسحبها كده تمام تمام هناخد فتلتين وانتنيهم نصين كده هندخل الابرة في السلسلة اللي بعديها او ممكن تفوصي تعمل سلسلة وسلسلة برضو انتش حورة كده هون واسحب الخيطين منها كده مش عايز تمامها بالابرة اهي بايدك واسحب الخيط ده من ده كده وشدش بس مش اسهل من كده هجيب يا فتلتين هسيبلك في اخر الفيديو قايمة هنا في كل الشلات اللي في القناة السل والسكارف والكوفية وحاجات منوعة كتير يارب تعجبكم وان شاء الله اكتر من 80 موديل ما شاء الله يارب يزيد اه تنقل انت يا عايزاء رجالي وحريمي واطفال وكل تمام ويا رب اكون في التقو وكون سهلة عليكم لايك وشارك الفيديو ورائك بيهمني جدا بحبكم جدا 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 كل الناس بتفرج علي من مصر ومن برة مصر انا بحبكم كلكم فعلا ببقى سعيدة جدا وانا بتواصل معاكم وربنا يارب يصلح حالنا جميعا ويوفقكم للخير اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته